السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم مهندس علي ناصر. في الفيديو ده هنوضح المفاهيم الاساسية لسود ووركس بي دي ام. والنقطة الاولى عندنا هتكون سؤال تقليدي يعني ايه بي دي ام? وليه نستخدم بي دي ام? البي دي ام الوظيفة الاساسية لي هي ان انت بتحط الدزاين بتاعك اندر كنترول. يعني تعمل ادارة لكل المراحل اللي بيمر بها التصميم بتاعك سواء اه بعد بعد التصميم عملت تستنج او اه تصنيع او بتعمل للتصميم دوت لعميل او لزميلك هيكمل جزئية معينة. تمام? اه ده كده مفهوم البي دي ام وهو اختصار داتا مانجمنت. والوظيفة الاساسية زي ما قلنا ان هي ايه? بتخليه عملية الدزاين او دزاين ديتا اندر كنترول. تمام? طيب ده كده اه ردينا على يعني ايه? طيب ليه بقى نستخدم يعني اللي مزايا كتير جدا اه بتقدر تعمل على بتاعتك تقدر تستخدم تصميم اه كان موجود قبل كده تقدر تعمل بتقدر تعمل نقط كتير جدا وهنتكلم عنها نسترسل عنها في كل نقطة بالتفصيل من النقط اللي احنا شايفينا معضحة في الصورة ديت. تمام? طيب ليه برضو بنستخدم البي دي ام البي دي ام بيعمل لك او بيقللك وقت اللي ايه? اه الوقت اللي ممكن يضيع على الفوادي لو انت اشتغلت بالطريقة التراديشنال من غير ما ترتب ملفاتك من غير ما يكون فيه للملفات بتاعتك تمام? طبعا انت لما توفر وقت يبقى فيه ربحية اكتر. الموضوع هيبقى مش مجهد زي الاول. تمام? النقطة الاولى ليه نستخدم بي دي ام? نقطة مهمة جدا ان انت بتستخدم بي دي ام عشان تعمل مسلا للداتا بتاعتك محدش يقدر يعمل على الداتا بتاعتك الا اللي انت مصرح لهم. تمام? دي نقطة مهمة في موضوع البي دي ام. نقطة تانية اللي انت تقدر توصل آآ لملفاتك بسهولة تقدر تعمل عن اي فايل انت آآ عملته قبل كده في كبير. او آآ فايل اللي زميل معين معاك في الشركة او موجود في اي حتة في العالم. تقدر تساريش عن ايه عن الفايل ده بسهولة جدا. تمام? نقطة كمان اللي انت تقدر آآ تستخدم قديم كان موجود آآ مجرد اللي انت تعمل عليه تعديل معين بدل ما تصمم التصميم من الاول ودي طبعا هتبقى موجودة في الدايتا بتاعتك آآ اللي انت بتقدر تستخدمها من جوة تمام? آآ نقطة مهمة برضو يعني الوقت انت عملت بعض الملفات يعني عدلت عليها وبرضو لقيت ان في مشكلة فعدلت تاني وتالت آآ بتقدر توصل لكل بتاع التعديل دي بسهولة. وكمان لو حد بعيدت لك مثلا فايل والفايل ده محتاج التعديل تاني كل ده بيبقى متخزن في داتا آآ داخل في بتاعك بدي تقدر توصل الكلام ده بمنتهى السهولة. تمام? آآ في نقطة كمان ان انت تقدر تعرف ان التصميم بتاعك دوت هل هو آآ هيبقى طبقا اللي اللي محددها لشركة? بمعنى ايه? يعني ممكن تكون مثلا انت عملت الفايل وفيه رسمة وحطيت شوية لبعض الابعاد. التولرانس دي مش تتحقق على المكان اللي عندك في الشركة. فيعني الراجل اللي بيشيك عليك آآ ما ادك ملحوظا لانت لازم تعمل على الايه? على الفايل ده. وتخليه مع ايه? مع المكان اللي تحت عندك. اللي في موجود في الورشة بتاعت الشركة. تمام? آآ بتقدر تشوف كل التحديثات اللي بتوصل اللي بتحصل على على بتاعك بمنتهى السهولة. اسهل من الطرق العادية. يعني هنا مسلا ده فايل آآ تقدر تشايك تشايق يعني اتعمل عليه من كزا مرة. آآ الراجل اللي عمل الفايل دوت اسمه ايه الكوست بتاعته وكزا. والداتا بتعمل امتى? والويت. كل كل يعني كل داتا يعني كل فايل اللي حصل على تعديل بيبقى ليه الداتا بتاعته. ده مهم جدا. ومن غير ما تفتح السعود العادي هتقدر اآ توصل وتشوف كل المعلومات ديت. بس لازم تكون طبعا مسطط بايه? بدي ام. وده اللي احنا هنتناقشه في الفيديو القادم بازن الله ازاي تسطط بدي ام. نقطة مهمة برضو الالكترونيكس فلو. ايه الالكترونيكس فلو ديت? اه يعني انت بتبقى جغال مش لوحدك بتبقى ام جغال في تيم. وصايكل دي معتمدة كل واحد بيعمل ديزاين معين. اه الدزاين دوت ممكن يحتاج اه تعديل. ممكن يبقى خلاص خد يبقى اه بتقدر تشوف اه فايل كده اه الكترونيك وورد فلو. للايه? للدزاين بتاعك والعمليات تمت امتى ومين اللي تعملو ومين اللي لسه. تمام? ترتبع كل التصميم البيانات اللي عن التصميم كاملة في تمام? النقطة مهمة برضو اللي هي الشير والكروبليت. اه اللي هي ايه اللي انت تقدر اه تشاير الملفات بتاعتك بحيث ان يكمل عليها زميلك الفرع الشركة اللي موجود مسلا في لندن. وانت موجود في القاهرة. ويقدر يعدل عليها او هيديف جزئية معينة. وبعد كده هو ممكن برضو زميلك دوت هيبعت الملف بتاعه. عشان ياخد من مسلا من امريكا. اه فبتقدر تعمل بتاعتك مع ايه? مع مع زميلك اللي موجودين في جميع انحاء العالم او مع فروع شركتك. طبعا ده اه بيسهل كتير عن الطريقة القديمة. وبيبقى ممكن واحد لحد برا يبقى ليه على اه فقل ملفات بتاعتك. ويقدر يشوف ام التعديلات اللي انت عاملها. ويقدر يضيف لك معين. فدي مهمة جدا ان انت بتقدر تعمل مع ايه? مع بتاعك على مستوى العالم. تمام? طبعا وبتقدر يعني التمانج الداتا اللي ايه? اللي اتعد نسخها تمام? فبتعمل ايه? بتقدر تعمل مانج ليها بسرعة. ادارة ليها. طيب بتقدر برضو او تدير الدزاين بتاعك في اوجه كتير يعني ممكن تعمل اه بوم او مؤيسة لجزئية معينة في التصميم بتاعك. مش كل التصميم. اه ممكن جزئية واحدة يبقى انت عايز تعملها او تخصيص معين. اه يبقى البوم بتاعتها معينة. اه بتقدر تعمل تتجنب ان انت يبقى عندك اه من ملفات وما بقاش لها لازمة نفس الملف. تمام? اه بتقدر يعني تبعت او تسيف الملفات بتاعتك في صورة اه او اللي هو بيتفتح حلقة يعني مجرد او تبعت دي كلها اللي انت ممكن تعمل للداتا بتاعتك من بالطريقة ديت. تمام? هنلخص الموضوع بتاعنا الخاص بمفهوم المفاهيم في الفيديو اللي عاملها واحنا بس مجرد هنكومنتز عليه. اه الفندمينتال زي ما احنا اتكلمناها اه زي ما احنا اتكلمنا ان انت بتاعك مش مجرد اه عمالة موديل والموضوع خالص لا الموضوع اكبر من كده بكتير. الموضوع ممكن يبقى بسيط لو اه موديل هتلاقي الدياتا بتاعتك كبرت والموضوع هيبقى صعب شوية. ان انت تقدر تعمله تمام? فانت بتبقى محتاج تعمل ايه? اه للموضوع دوت عشان تقدر تتحكم فيه وما بقاش الموضوع صعب زي ما حصل الشخص دوت والدياتا انفجرت في واشه. تمام? يبقى انت تقدر تعمل مانش. تمام? دي نقطة مهمة. اه تقدر توصل الملفات بتاعتك بسهولة. يعني هنا مش هتقدر توصل اي ملف. وخصوصا لو كنتم تشغالين كتيم او شركة. اه يبقى حد عايز يستدعى ملف معين موجود في مكان معين. لازم تروح تديله انت على فلاشة او تبعته له على الميل. لكن لو انت لو انتم عاملين ومستخدمين يبقى ممكن يبقى ليه بسهولة يوصل للملف بتاعه. تمام? دي نقطة مهمة جدا وبتعمل مشاكل كتير. يعني يعني الراجل او الشخص عمال يدور على الفايل لغاية ما لقى الفايل بتاعه. ممكن يلاقي الفايل ده برضو يعني في معلومات زيادة مش هو عايزها. فانت البيدي ام بيبقى ان انت ممكن تبقى عامل مسلا على فايل معين. اه ييجي الراجل يخش عليه لما ييجي شيك يبقى فاهم ان انت عملت جزئية معينة. ما يخشش عليها وما يتعبش نفسه. يخش يدور على حاجة تانية هتكون توصله الهدف اللي هو عايزه. تمام? يبقى اهم حاجة هي النقطة برضو مهمة ان انت بتقدر تعمل وريفجن. تقدر يعني تسايف الملفات بتاعتك في اكتر من كل يقدر يسميه بالتاريخ بتاعه والوقت بتاعه. ويبقى في ملفات برضو مترجعة من الراجل اللي بيعمل لك غاية ما توصل ايه للملف اللي هيعتمد بازن الله. تمام? دي نقطة مهمة. النقطة التالتة ومن اهم الاستفادات اللي موجودة في او تمام? حاجة تانية برضو ان انت تتجنب الملفات اللي فيها حصل فيها اخطاء ممكن تسايفها ان دي حصل فيها خطأ كزا. فعشان محدش يتجنب ويستخدمها. آآ موضوع موضوع برضو مهم اللي انت تبقى فاهم آآ التسلسل بتاع عملية التصميم ومين كل واحد اللي يدور معين آآ ويمين اللي هيبقى هيعمل ومين اللي هيعمل والموضوع هو وسط اللي لغاية فين. تمام? النقطة الخامسة او اللي هي ان ان انت بتعمل للداتا بتاعتك ودي نقطة اتكلمنا عنها ونقطة مهمة جدا. والنقطة الستة ان انت تعمل وتقييم للداتا بتاعتك مع آآ زميلك او آآ الشركة بتاعتك في رواع على مستوى العالم. تمام? دي كلها النقطة المهمة في موضوع البي دي ام واهم النقطة اللي احنا بناء يعني اتعمل عشانها اللي هي ايه اه او ان انت ما تضيعش وقت كتير في ان انت تدور على الداتا بتاعتك آآ لا احنا عايزين الموضوع يبقى آآ افضل من كده بحيث ان هنوفر وقت ان انت عملت ادارة للدزاين بتاعك بالكامل فتقدر توصل للتصميم في اسرع وقت بازن ما. تمام? اهم تلات موقعات من البي دي ام اللي انت بتعمل كنترول على الموضوع بيبقى ليك سرعة في ان انت توصل لاي دا معلومة عن التصميم آآ بسهولة عن السابق تمام? آآ بتقدر تعمل او او عملية التصميم بتاعتك آآ بسهولة لان انت عامل فول كنترول عليها بعكس الطرق التقليدية العادية. بيبقى الموضوع مجهد جدا ومضيع للوقت. تمام? وكده يبقى الفيديو بتاعنا انتهى وبازن الله نتقابل في فيديوهات اخرى من سلسلة بي دي ام ان عربيك. كان معاكم ما انت سابن مصر. موسيقى